مرحبا بكم في موقع سافركم وفي برنامج حكامة في موضوع جديد وضيب جديد الموضوع الجديد هو إكرهات تعليم الخصوصي بالمغرب لماذا؟ لأنه تعليم الخصوصي بالمغرب يعيش مفارقة تحتاج إلى توضيح المفارقة هي أن هناك من يصنف باعتباره مرفقا عموميا أو على الأقل يقدم خدمة عمومية كما هو شأن مجموعة من الوطائق الرسمية وهناك من يصفه بالمقاولة النفعية التي تستهدف الربح فقط إذن هذه المفارقة الثانية هي أنه في المغرب الكثير من الأسر تجد مخرجا لصربية وتكوين أبنائها في التعليم الخصوصي ولكن في الوقت نفسه هناك حكم أربما نقول بشكل مبسط غير إيجابي على تعليم هذا أيضا المفارقة الثانية المفارقة الثالثة هي أننا عادة ما نتكلم إعلاميا عن التعليم الخصوصي ولكن دون أن نستمع إلى رأي الفاعلين فيه والعاملين فيه جوابا عن هذه المفارقات وغيرها نريد أن نجيب عن أسئلة أخرى من قبل الإجابة عن سؤال الأدوار التي يؤديها التعليم الخصوصي في المغرب علاقته بالشركة مختلف الشركة كما سنبيه لاحقا ثم الإكرارات الداتية والموضوعية التي يواجهها إذن من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة أو جزء منها نستضيف الأستاذ سيمو حمد الحنصالي سيمو حمد الحنصالي وفاعل جمعوي يشتغل في المجال المدني منذ سنوات وهو رئيس رابطة تعليم الخاص بالمغرب مرحبا سيمو حمد الحنصالي شكرا على الصدافة الكريمة وأنا جيد سعيد باش نحضر معكم هذا اللقاء لأنه بالفعل اليوم كان تكلموا على واحد الموضوع اللي عنده الراهنية دياله واحد الموضوع اللي هو اليوم كان فيه واحد نقاش عمومي داخل المجتمع واللي كان لابده متصلية الأضواء عليه وأنا من المتتبعين للموقع ديالكم والحلقة ديالكم اللي هي متنوعة وتجمع وما بين جميع الأطياف واليوم أنا جيد سعيد أنكم يعني خصتوا للحلقة ديالكم للتعليم الخصوصي هذا التعليم اللي هو جزء من الذاكرة الوطنية لأنه لا ننسى أن هذا التعليم اليوم ما فرزته شيء سياسات أو فرزته كذلك إملاءات خارجية وإنما هو جزء من الذاكرة الوطنية ما ننسوش بأنه التعليم الخصوصي الذي كان يسمى بالتعليم الحر لعبه واحد دور كبير يعني في إبال الحركة الوطنية وساهم رجالت دياله في تأسيس مدارس حرة خوفا على الأبناء ديال المغاربة على الهوية ديالهم على القيم ديالهم وبالفعل أن هذه المؤسسات الحرة أعطتنا واحدة القيادات وطنية اللي قادت الكفاح من أجل التحرير ديال بلد ديالنا واللي هذا التعليم استمر كذلك من بعد الاستقلال واللي أصبع عنده دور تاني وهو دور الإنقاذ دوكت لمد اللي كانوا يخرجوا من المدرسة العمومية وكانوا يلقاوا الصعوبات في الإدماج لأن صغر السن ديالهم فكانت المؤسسات الحرة كتعاود يعني التأهيل ديالهم وكتكونهم والحمد لله فيهم واحد العدد ديالنا اللي تخرجوا اللي هما من الآن كيمارسوا وظائف مهمة داخل الدولة ديالنا وكذلك هو استجابة في واحد المرحلة من المراحيل كذلك التطور للمجتمع لأنه أصبح مجتمع يعني نشيط المرأة خرجة العمال الزوجي عمال فالتالي أصبحت المدرسة خصى أدوار أخرى من غير التعلمات أدوار شماعية خدماتية ولهذا جاء التعليم الخصوصي جاء فهدر فيها شكرا أن تصل إلى التوطيع التاريخية المهمة جدا نريد أن نعرف والمشاهد أيضا الرابطة باعتباركم رئيس الرابطة التعليم الخاص بالمغرب أن تعرفنا بهذه الرابطة وبأدوارها هل هي جمعية للترافع على قضايا تعليم بشكل عام وتعليم الخصوصي بشكل خاص أم جمعية للتعطير يعني وعدد المؤسسات المنتمية إليها والتغطية هل تغطي تورب المملكة بأكمالي أم محدودة؟ رابطة التعليم الخاص اليوم في هذه الأسبوعين إن شاء الله ستكمل الميلاد دي لها 33 سنة بعد نشأة دي لها نشأة في 1991 وهي جمعية وهي رابطة بطبيعة الحال منظمة وفق القانون الحرية العامة وما عنداش لا طبع سياسي ولا طبع نقبي ولكن آلت على نفسها وحسب قانونها الأساسي أن تترافع عن مؤسسات التعليم الخصوصي وأن تكون صلة وصل ما بين هذه المؤسسات المنضوية فيها وما بين الجهات يعني الوصية على القطع وبالتالي هي كرابطة وطنية يعني من حيث الهيكالة دي لها هي اليوم متواجدة عبر التراب الوطني هي ممتلا في جميع الأكاديميات دي المغرب وكذلك عندها مكاتب محلية وإقليمية وجهوية على المستوى الوطني وتقريبا عدد المؤسسات أكثر من 1900 مؤسسات هي الآن لمنضوية في رابطة التعليم الخاص بالمغرب وحنا دائما كالركز داخل الرابطة هو أنه كالركز على أولا تكون المنضوين في الرابطة تكون عندهم كذلك يؤمنون بالأهداف دي الرابطة لأنه بغينا تنظيم يكون أولا ينشد الجودة تنظيم كذلك يدافع القيم دي المدرسة مشي تنظيم يعني عنده الطابع النفعي وإنما طابع دي الدفاع عن تلميذ الدفاع للأسرة الدفاع القيم المجتمعية والدفاع كذلك على التوابط دي المدرسة المغربية لأنه كما تعلمون سجمال بأننا دائما لا نحن باعش نكون بديل للمدرسة العمومية وما نجناش الأسلام أبناء المدرسة العمومية وإنما جئنا أبناء كذلك وحد الخيار وحد العرض يعني اللي يعني ليقدم خدمة إلى جانب المدرسة العمومية والحمد لله اليوم في إطار القانون الإطار رصبح الآن التعليم الخصوصي مكوين أساسي داخل المدرسة وأصبحنا نتحدث عن المدرسة المغربية بشقيها الخاصة والعب طيب شكراً سيحن صالي سؤال يرجو مجتمعياً وذكرته في المقدمة هذا التمثل أو التصور الاجتماعي ما نقول مجتمعي الاجتماعي في التعليم الخصوصي هناك أحكام كثيرة جداً تصفوا بأوصاف سلبية ومحاولة فيها قد حيار بما كما ثم أنا بيتمنكم توضيح حكم خبرتكم في المجال وشي غالكم فيه هو هو وقع واحد الجدل خاصة بعد الأزمة الكورونا خلقات واحد الجدل مجتمعي ولأول مرة في تاريخ المغرب كتعرض المدرسة الخصوصية كباقي يعني باقي المرافق الأخرى في المجتمع لمسألة من طرف المجتمع بحيث أنه تعرضت لمسألة من طرف المجتمع وصل بحل كل يتحدث عن الخدمة الطربوية يتحدث عن الأسعار يتحدث عن الخدمات يتحدث كذلك اليوم على التعليم الخصوصي في البعد ديالو الاستثماري فبطبيعة الحال هذا الجدل احنا كان نعتبره جدل طبيعي وعادي وكان لابد أن يكون فيه نقاش لأنه أفرزته أزمة والأزمة لما كانت كل أزمات لابد أن تفرزنا أشياء من هذا القبيل فكان لابد أننا نوضحه واحد العدد للأمور أول حاجة هو أنه التعليم الخصوصي معمره كان إجباري هو اختياري هو اختياري بمعنى ما شيء منزم للناس ما شيء منزم للناس هو اختياري وهذا شيء مهم جدا لا بد أن نتأكد عليه ثانيا أن العرض الطربوي في التعليم الخصوصي هو متنوع متنوع على حسب المجال على حسب كذلك اليوم الفئات الاجتماعية التي تريد أن تستفد من الخدمات ديالو وهالتنوع من ناحية المجالية لأنه ما موجود غير فقط في الضلبدة وفي الرباط وفي المدول الكبرى فهو اليوم موجود في كل مدول المغرب والهوامش ديال المغرب الآن كانت التعليم الخصوصي والتكلفة ديالو تختلف على حسب هذا المجال ديالو فكانت التكلفة اللي هي يعني كنلقاوا بأن التعليم العمومي اليوم التكلفة فيه هي أكثر التعليم الخصوصي في مجموعة من المدن ومجموعة من الجهات اللي فيها الهاشاشا وفيها طبقة اجتماعية اللي بغي احتيت استفد من الجودة ولكن بتكلفتين أقل إذن اليوم هو التكلفة لما كان نقشو التكلفة هي عند علاقة كذلك بالخدمات المقدمة إذن التعليم الخصوصي يعني في المنظور ديالو العام هو مجاش بشي يعني يكون استثمار كباقي الاستثمارات القطعية الأخرى بل احنا اليوم كنستثمره في الرأس المال البشري كنستثمره في الإنسان ما كان بيعوشي حاجة اللي هي تجارية أو لا واحد العالمة معينة وإنما نحن نستثمر في الإنسان وكتعرفون أن الاستثمار في المعرفة المخاطر ديالها وكتعرفون كذلك لإكرهات اللي فيها إذن بالتالي احنا كان بقوا دائما كنقولوا بأن هذا تعليم اختياري هذا تعليم اليوم العرض فيه متنوع كذلك الأداء فيه متنوع وبالتالي اليوم كيف في العرض ديالكم أنه اليوم إحنا غادينا في تنظيم دياله كذلك اليوم رهى هاد السنة هدي أشرفنا على التوقيع على واحد العقد اللي هو انضم وآجاب على كل هالي إشكاليات اللي يمكن تعطيه العلاقة ديال العقد مع الأسرة هلنتكلم عنه في حد الجزء طيب مدام تكلمتوا على الجودة السلحنصالي التعليم الأولي هنبدأوا به ندخلوا لبعض التفاصيل يعني كيف يتم التعليم الأولي في التعليم الخصوصي لأن هناك نقاش كبير جدا حول الموضوع خصوصا في ظل منافسة بين قوسين معينة تمثلها مثلا درست غيادة أو غيرها من الأمور فيعني تصوركم أنتم لهذا التعليم الأولي اللي الآن نرى الوزارة في تسمية دياله أولا تخيد وحدة من هذه التسمية والتعليم الأولي هو إحنا اليوم كنا وعين يعني منذ سنوات على أن الجودة تبدأوا من التعليم الأولي فلذا استمرنا في التعليم الأولي التعليم الخصوصي يعني أي مدرسة عمو الخصوصي اليوم كذلك تعتبر بأنه ما يمكنش يكون واحد النجاح وتكون واحد الجودة في التعليم البتدائي دون التعليم الأولي فبتالي استمرنا في التكوين ديال المربية دينا استمرنا في الجهي استمرنا كذلك في واحد العدد ديال المشاريع التكوين ديال المربية كي يكون داتي يعني داتي داتي الجمعية يعني الرابطة هالك تديره أو المؤسسة المؤسسة اللي كتحتاج من التعليم الأولي طبع الحال كتدير هالتكوين هذا داتي وكذلك احنا يا كرابطة نضمه واحد المجموعة ديال للقاءات وبالمناسبة راحنا عندنا قطب ديال التعليم الأولي داخل الرابطة اللي مهتم بالتعليم الأولي وغاد يكون عندنا إن شاء الله لقاءات السنة ديال الملتقى الأول ديال التعليم الأولي الخاص بالتعليم الخصوصي واللي غنصلتو في الأضواء كذلك على علاقة دينا كنتو أنتو ما يعني اهتمام رسمي يعني الوزارة كنقصد بالموضوع مش ماشي منافس نعم نعم هو البداية أنا حاولت ركز على أولا احنا الشغال دينا على التعليم الأولي وأننا كنا صباقين قبل ما تنتابع لوزارة لأهمية التعليم الأولي وأكثر من هذا لما كانت المناظرة ديال التعليم الأولي وكانت رسالة ملكية في 2018 حنا إيدنا هذا المشروع وساهمنا فيه يعني بجهيز واحد المجموعة للحجورات ولكن كان عندنا موقف من التدبير ديال هاد الميل في ديال التعليم الأولي لأنه ممكنش أنه تطولي الوزارة منافس للمدرسة الخصوصية بل عاك هي اللي يخصي كل يوم هو دعم هاد تعليم الأولي القائم الأولى هو دعم هاد تعليم اللي راكم تجاريب السيغة المعتمدة كتأدي التنافس نعم ولا نوع من التنافس ثم بالتالي أن هاد التوطين ديال هاد المؤسسة ديال التعليم الأولي كان يعني من ضرورة أنه يمشي الأماكن ما فيهش تعليم الأولي وخصوه يمشي العالم القاروي والجهات اللي هي كتعيش لهشاشا واللي تكون فيها واحد العدالة الشمعية وتشملها التعليم الأولي لأنه ما كانش اليوم كنلقوا بأن التعليم الأولي الآن كيد دار في الموضل الكبرى وجانب المؤسسات اللي عندها تعليم أولي وبالتالي احنا كنقضيو على ذوك المؤسسات الصغرى وكان نعرضو لعاملين في هالبطالة وكان نصدو أقسام ديال التعليم الأولي القائمة وكذلك اليوم كان حاولو أننا نفوتو هاد القطاع الوحد المجموعة ديال الجمعيات مع كل احترام لها كنجميات كبرى اللي اليوم يعني أصبحت الوزارة تفويت نعم تفويت معناه أنه اليوم كن وحد عدم الحكامة في تدبير هذا الملف وهذا عدم الحكامة في تدبير الملف يعني كان عنده انعكاسات سلبية ومدمرة المجموعة من الجمعيات القديمة اللي عملت في التعليم الأولي وكذلك المؤسسات اللي كانت غير مهيكة لإحتاج الشغلات في التعليم الأولي وكانت عندها أدوار وكانت الدولة محتاجة لها اليوم الصبحات اليوم تعيش والعطالة أمام وحد الجمعيات اليوم اللي هي كبيرة ومعروفة لصبحات كانت تستمر في التعليم الأولي وكان نقول بأن الخلال كن في التوطين الخلال اليوم أننا ما استفدناش من التجارب القديمة أننا ما دعمناش تجارب القائمة وحاولنا أننا نخلقه تعليم أولي منافس اللي كنظن بأن اليومرة كين واحد مجموعة دي الأرغمال اللي إقبال عليه فكين مجموعة دي الأسئلة التي تطرح وكين مجموعة دي الإقراهات حتى عند المربيات ووحد العدد الأمور اليومرة تطرح حول هذه الميلة الفادة ودبا في مقابل هذه التحليل التي تضلط بيسي الحنصالي حول مثل التوطين والهي اهتمام يعني الرسمي يفترض في المناطق يعني التي لا يوجد فيها هذا النوع من تعليم كين واحد الأرقام اللي هي أرقام رسمية للمجلس الأعلى للتعليم اللي توحي بواحد انتقاد معين للاختيارات المجالية ديال التعليم الخصوصي أنا كنت نوحي ولا أعتبرنا غير كأننا ناخد الأرقام هي كتشوف بأنه كتعطينا واحد الرقم دولي لكي بيين أنه التعليم الخصوصي كيتزاد النسبة دياله كل مرة تقنى في المستوى بمعنى في التعليم الابتدائي دوليا تعتبر رقم ديال 17% في التانوي 26% دوليا ولكن في العالي كتوصل ما يقارد ربعو 30% بمعنى كل مطلع المستوى كيطلع في المغرب العكس أنه النسبة كتمشي الستاش فاصيلة سبعة في الابتدائي وسبعة فاصيلة واحد في العالي بمعنى كين اهتمام أكبر بالابتدائي كي يحيى هاد الأرقام كتوحي بأن الاهتمام كين بالكتلة بمعنى أنه ما كي يهمني أنا في القطاع الخصوصي ماشي الجودة ماشي هذا الكلام كله كيتمني حاجة أخرى هو المكان أو الفئة اللي هي أكثر إقبالا على التعليم الخصوصي وربما هي هاد الأولي الابتدائي في مرحلة سابقة دبارها مدم كين الدولة أيضا دخلت كمنافس أو كعمل في المجال هتقدر تتغير هاد المواطنة كيفاش كنتفسرنتم هاد المقاربة الرغمية المقاربة الرغمية كنقول بأنه اليوم إحنا كنشوفه اليوم بأنه الأرقام الأخيرة كتبيين بأنه الآن كين واحد زيادة رغم الظروف الصعبة والإكرهات الاقتصادية اللي كيت عاشى الأسر واللي كان عندنا حسب توقع الدين اليوم كان غادي يكون عندنا نعكاس ولكن اللقنا على أنه كان واحد نسبة زيادة اليوم في التعليم الخصوصي في العدد في العدد وكلقى وكذلك على أنه بالنسبة لمؤسسات اليوم اللي تقصت على مستوى التعليم الأولي كان عندها تأثير كذلك على المستوى الابتدائي إذا كان نقول اليوم إحنا لما توجهنا وهنا كان نجبد الجودة لما اهتمينا بالتعليم الأولي كنا ننشوذ الجودة في التعليم الخصوصي لا ما كيهمناش الأرقام بكتر ما كيهمنا واحد المشروع دي المؤسسة التربوية اللي عندها كاتمشي في واحد الخطة الصعودي واللي كتبني يعني المقبلين عليها واحد بنا اللي هو كي أدي بهم في النهاية دي المطال فأنه يكون في مواقع متميزة ويحقق ما يسمى بذك الترقي الاجتماعي وكذلك يعني يكونوا قادرين على اندماج في المستقبال على المستوى التعليم العالي إذن كي يبقى إحنا اللي كنقوله اليوم والأسف الشديد أن هذه الأرقام أحيانا كالدار بعيدة على القطع لأن اليوم إحنا كندعي وأنه اليوم هذه المؤسسات لها الوطنية والدولية ولا كذلك اليوم الممتلين على المستوى الترابي أنهم يدروا زيارات للتعليم الخصوصي ويوقفوا عليه نعم وشوفوا الأرقام ويطلعوا الأرقام في الواقع والإحصائيات في الواقع لأن أحيانا كنشوفوا أرقام اللي هي في الواقع لا تعكس الحقيقة داخل التعليم الخصوصي إذن المسألة دي الجودة ما كنظنش دائما كانت عندها علاقة يعني بالكتلة بقدر ما كانت علاقة أن الجودة هي ديمومة دي المشروع يعني أنه اليوم كل مؤسسة اليومية كتحاول تحافظ على المكتسبة ديلها كتحاول تحافظ على السرور ديلها وبالتالي هي دائماً الجودة هي حاضرة يعني في السير العام نعم طيب أمشي معك الواحد المحور ثاني في السير حنصالي اللي هو العلاقة مع الشركة ونبدو بالعلاقة مع المؤسسة الرسمية ندوم مع الجهة الواصلية ندوم مع الدولة ونحاول ندق بعض الأشياء مثلاً وأنا دائماً أقول كما قلت لكم ما يروج سواء في الإعلام أو في مجتمعياً هو مدى الالتزام بالبرامج الدراسية لماذا؟ لأنه كان واحد المذكيرات سعود وسبعين اللي كتكلم على الشراكة مع المؤسسة الخصوصية وكان المذكيرات التي تلزم مؤسسة تعليم الخصوصي بتدريس البرامج المقررة رسمياً ولكن كان من جهة أخرى كان من يقول إن الكتب التي تدرس لا علاقة أحياناً بما بما هو مقرر وهذا قد يخلق لنا تشويش في يعني المواطن الذي نريد لأنه كتعرف بأن هذه الأشياء عندها علاقة بالغايات وبصحة بهذا المجتمعي إذن أنا خصوصاً أن القانون الإطار في واحدة المجموعة من المواد كي أكد على مبادئ المرفق العمومي وكن نظن بأنه وحتى التعليم الخصوصي راد خلف خدمة العمومية التي تقدم هو ليس مرفق عمومي بالمعنى العام ولكن خدمة التي يقدم هي كذلك إذن كفشك تشترون واشهد الكلام صحيح أو ما صحيح للتدريس برامج خارج دائرة ما هو مقرر وما هو رسم هو دائماً كنقوله بأنه بالفعل هذا نقاش وهذا كلام أحياناً كنسمعه وكنقرأه كذلك في مجموعة من المواقع ولكن الحقيقة الحقيقة وهو أن هذا قطاع يقع تحت مسؤولية وزارة التربية الوطنية وهي التي رخصت له بذلك وأي مؤسسة اليوم لما كتفتح كتفتح وفق واحد دفتر تحملات واضح من حيث وهالدفتر تحملات كتصادق عليه واحد المجموعة من الجهات الوصية قبل الفتح ثم كذلك أن هذه المؤسسات تخضع على المستوى الترابي للمراقبة الإدارية كل سنة المديرية والأكاديمية نعم كل سنة هي تراقب ثم كذلك أن المقررات الدراسية هي تعتمد لمقررات الرسمية لماذا تعتمد لمقررات الرسمية لأن هناك محطات إشهادية يكون في التلميذ للدراسة العمومية والخصوصية ملزم وخاضعنا تماما وهناك كذلك يعني إجراءات اللي كتخلي اليوم أنه المدرسة العمومية والخصوصية كتجمعها منهج واحد هدف واحد لكن لكن وهو أن إحنا كتعرفوا بأن الآن يعني الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخصوصية وهذه كتكون كذلك برغبات واختيارات دي الأباء وهو اليوم الاهتمام باللغات الاهتمام بالمجال الرقمي الاهتمام كذلك بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية أو باللغة أخرى فبالتالي إحنا كنحتاجوا الكتب التكميلية لتجويد هالتعلومات إذن هاد الكتب التكميلية حتى هي تنظمها مذكرة ملزمة كل سنة كنعرضوها هاد الكتب اللي إحنا ما كنطبعوها ما كننشروها ما كندخلوها في الديوان هي كتدخل ولكن احنا كنختاروه ونحن نحيل الأسر على اختيار ديك الكتب ما كننبيعوها شليا نحيلو على الكتب وهي قبل إحالة ديلها كناخدوه الموافقة ديلها بعدها من عند الأكاديمية كنعطيوها هادوك النسخ من هادوك المقررات المديرية الإقليمية وش موافقة لها وش موافقة لها لما أنها كتوافقة لها أنا دا كملي كتوافقة لها احنا كنعرفوه بأنها شافت في الجوانب كلها الجانب القيمي الجانب التربوي الجانب وحل العدد الأمور وحبش هذه الساعة نعتمدون داخل المؤسسة دينا نعم احنا في السياق العام احنا كنبقى دائما خاضعين وزارة التربية الوطنية على مستوى البرامج على مستوى السياقات الزمنية كذلك فاحنا عنا استعمال الزمن تراقب من طرف المفتشين التربويين عندنا كذلك المحطات الإشهادية كنكون بحنا بحل تلمد جميعا في فصلين واحدة في قاعتين واحدة لجلسية المتحانات الفرص كلها أمام الجميع متكاملة بمعنى لك كانت شي مسؤولية نارة مسؤولية الجهات التي مخول لها مراقبات ومراقبات أما على المستوى العام هذا شي كله ينضم مذكيرات يعني وعلاقتنا بالوزارة هي علاقة كانت عن الدوام علاقة ديال الحوار علاقة دياله هذا هو الدور ديال الوزارة معنا احنا وهو أننا احنا صلة وصل وكذلك احنا كنبلغوهم بالإكرهات ديالنا والصعوبات اللي أحيانا تتعيق التدبير نعم وفي إطار هذه العلاقة مع الشركة وأساسا مع الجهات الرسمية كان عندنا واحد من مجموعة ديال المواد اللي جات إما في القانون الإطار وإما في رؤية استراتيجية ممكن ما تتعالي شانا عندنا نعطيك مثال أنه توفير يعني في ظرف أربع سنوات سابقا الحاجة حاجة المؤسسات خاصة الخصوصية من الأطور بمعنى تكون عندها أطور ديالها ماشي أطور مرخص لها بتدريد من العمومي وكانوا كيتكلموا على واحد نص نظيمة مؤطير ما اصدرش ما اصدرش كيفاش انتم تعاملتم مع المسألة دي كرابطة وك هو هو احنا احنا نريد رجوع الواحد لقائد يعني ما كانش أطور خاصة ديال المؤسسة كان أطور يستعانوا بها متعليم العمومي خاصة في خاصة في الإعداد والتانون لأن احنا عنا صعوبات وحاولنا نعاجو هات الصعوبات وحاولنا نصدو الخصص على المستوى الابتدائي يعني بنسبة 100% وإن كنا نتعرضوا في كل سنتين إلى مهادرات حسب المباريات اللي كتكون ديال التعاقد اللي كتكون أحياناً في السنة الدراسية مما أنه بعض المرات كان كيبقاوا الماكينج حدوك الأطور كيمشي والتعليم العمومي كيبقى عندنا مشكيل هاتوك الوليدات جكلة غدا يقررهم كيكون عندنا واحد واحد الإشكالات كثيرة في التدبير ديال هذا الأمر هذا وهذه المسألة عرجناها كذلك حتى هي في إطار العقود يجب الإشارة للعقود وكذلك على أننا كل سنة احنا كان نرسلوا التنظيم الطربوي للمديريات الأكاديمية اللي كان خبروا على أن هات الناس عندهم عقود وعندهم رقم تجيل في صندوق الضمال الاجتماعي وكذلك أنهم وقعوا واحد الاتزام بالشرف أو على أنهم يعني ما عندهمش علاقة شغلية فبالتالي كان خبروهم على أنه خصوم يرضوا البال لهذا المسألة هاتي إحنا ما كان نحرموا واحد ولكن كذلك هات الوليدات عندهم التزامات خاصة لما كان تكون عقود وكان أكد على واحد نقطة على أنه كيف قلت يا سيد جمال هو أن تعليم الخصوصي يؤدي خدمة عمومية في مرفق خصوصي ولكن هات المسألة لا بد من الوقوف عليها واش اليوم هات الخدمة العمومية هي من واجبات الدولة وتؤدي في مرفق خصوصي واش اليوم هات المرفق الخصوصي معنى أنه لمكيئت ديال الخدمة العمومية واش اليوم أنه كان هزوي الدينة على تلامد الكينين على خدمة طرباوي لأنه عيشنا في الكورونا نعم دولة مثلا عيشنا هات المشكلة في كورونا لما جات الأزمة ديالكورونا كان لقاء الأستاذ في ندرسة العمومية لخدمة تؤدي وهو يؤدي على أجر دياله مقابل لخدمة دياله في الخصوصي لقينا مليون ونصف ديال التلامد بطول الخدمة ما كانش قد تؤدينا بالخدمة لأن هذك الأستاذ قد تتخلص لمدارسة مغلقة كانت عندنا إشكال ديال الأداء كل الحجر من الناس ما يقتلوش تنقلوه باش يؤديو لولا أنه التضحيات ديال 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 الأساسي دا لولا التضحيات ديال المؤسسات الخصوصية كان غدت توقف الدراسة في داك الوقت ديال الحجر إذن هذك المسألة هذي يعني أعطتنا واحد درس كيف كان قولوه باش أننا ننتابهو على أن اليوم راه ماشي معناه أنه لما كان في وضو التعليم الخصوصي ديواح لخدمة عمومية كان هزوي الدينة فكذلك يبقوا ديال مسؤولتنا أمام الأزمات اللي كتوقع مسؤولتنا في الدعم ديالهم مسؤولتنا كذلك أن نوفر لهم ندعموا المشاريع التربوية ما يمكن شايلهم فقط إنفاق العمومي يمشي الواحد للجهة يمشي المدرسة العمومية ونساول المدرسة الخصوصية والتي تؤدي خدمة عمومية فبالتالي أنه خص هاد المسألة يكون فيها واحد العدالة أنا أشكرت لك المسألة سيحن صالي لأنه المادة 14 مثلا في القانون الإطار كنت تتكلم على نظام تحفيزي المساهمة في التعليم الإلزامي والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية وفي المجال القاروي وشبه الحضاري يعني هذا كين الالتزام ديال الدولة اللي فيها ديك كلمة تحفيزي نظام تحفيزي شنية الصور ديالات تحفيزي مثلا هو لما كرجع القانون الإطار هو كيدخل في الإطار ديالتعاقد الاستراتيج هو أنه التعليم الخصوصي في مارس الدور تيال في مجموعة من المجالات وخاصة في العالم القاروي أنه استمر في العالم القاروي كده مقابل أنه الدولة ستقوم بواحدة تحفيزات ولكن للأسف على عرض الواقع كنلقاو على أن هذا قيطة اليوم ما كنتلقى حتى شي دام ولا تشي تحفيز إلى حد اليوم إلى حدود هذه الساعة لكن هناك مؤسسات الآن اللي هي مهددة بالإفلاس مؤسسة بالإغلاق الآن كنعرفو بي أن الأزمة اللي كيعيشها ركود القصص اللي كنعيشو اليوم وهذه الأزمة القصادية واللي مستت القدر الشريعي دي الأباء ما بقاتش خلت نسيت وبالتالي هده كيمس الآن الوظائف دي تقريبا واحد مية وخمسة وعبعين ألف دي الناس اللي خداموا في القطاع وكيمس كذلك التزامات دي هده المؤسسات مع واحد المجموعة دي القطاعات المتدخلة منها المالية منها واحد العدد دي الشغل منها أنتو مكارا بي تصيح نصالي كبش كتصوروا تحفيز واش ضاريبي مثلا واش مصيغة لا الصيغة اللي كان طالبو كان طالبو أنه نفعله بعض الاتزامات السابقة كان قول مجموعة المتاق الوطني يعني يدعى لتحفيز القطاع والمساهمة في تكويل الأساسي ده لما جاءت الاتفاق اللي كان في 2007 مع الحكومة دي السجط اللي كان جميع المكونة الحكومة حاضرة وتمتوقي على واحدة اتفاقية اللي الأساسي لها وهو أن القطاع اليوم غادي يتعامل كباقي القطاعات الاستثمارية يعني تفرض عليه جميع الضرائب وجميع الاتزامات المالية كاستثمار المقاطعات تخصصية تخصصية مقابل 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 ويساهم بواحدة عشرين في المياه رفع النسبة دي الخاصة في المناطق اللي فيها خصص ترفع النسبة دي عشرين في المياه على أساس أن الدولة غا تلتازم بواحدة الرزمة منها تسهيل المساطر على الأراضي الدولة منها كذلك تسهيل الولوج للأبناك كذلك اليوم لمتابعة هذه المشاريع من حيث تتبع ديلها ولمساعدة فيها فلقينا أنه من بعد التوقيع حتى شيء حاجة لهذا ما كانش نهائيا ما كانش نهائيا اللي مباشرة بعد التوقيع اللي كان كانت وهو حملة ضريبة على القطع اللي كان عندها العطار السربي ما كانش الاتفاق يعني ما كانش هذه المساعدة نهائيا فبالتالي اليوم إحنا اللي كان طالبه به اليوم إحنا مش كان طالبه بدعم المستمرين إحنا اللي كان طالبه اليوم حماية المؤسسات من خلال ماذا؟ من خلال أولا دعم التلاميذ في التعليم من درس الخصوصي الاعتبار أن التعليم هو حق الجميع التلاميذ المغاربة والإنفاق على التلاميذ المغاربة خاصة تنفق عليه سواء أكون في العمومي أو في الخصوصي وكذلك المساعدة في تكويل الأساسي كيف شغلت صورة الدعم؟ كيف شغلت تمتها؟ دعم وهو أننا نحن كان طالبه أنها تكونش الصيغة لتسهل على هذا الأباء أنهم يبقى في التعليم الخصوصي وتسهل عليهم الأداءات مثلا إما إعفاءات ضريبية إما أنه مثلا واحد نسبة تحول إلى هذا الأسار مثلا كيف وقعدها في الصحة اليوم في الصحة كتمشي كتدل الفحوصات ديالك فتسترجع واحد نسبة كيف الآن في السكن السكن اليوم يدعم واحد نسبة يعني الأسار الاقتناء فالأولى الدعم يكون تلامد لأن هذه الدراسة هذا العلم وما يكونش دعم المؤسسة ماشي المؤسسة ولكن التلميذ والأسرة المغربية ثم كذلك حماية الأساس داخل الفضاء المبرسي لأن اليوم إحنا كتعليم أساس التعليم الخصوصي الخصوصي لأنه ممكنش اليوم إحنا نتحملوا لعب أبو حدنا لأن هذا الأساد وتكون الأساد هو مسؤولية الدولة والتالي هذا هو أطور لحامل شهادة عليا واللي هم بالعصامية ديالهم يعني فضلوا أنهم يلقوا وضائف ويندمجوا والحمد لله كيحقون نتائج جيد جيد جيدة ولكن الآن هم يشتغلون بعقود ديالعمال حتى واحد ما أترف بهم كأساد ما عنده الصفة للأساد وكان واحد يقرأ أخر مهم السلحة الصالة دي مناسبة تتكلموا فيه أنا أشتب حكم الممارسة بعض الأساتدة بشي بعض الأساتدة بعض الخريجين حامل الشهادة العليا اللي يمشوا وشتغلوا في مؤسسة خصوصية ولكن ودهروا عقد طبعا عقد عمل ولكن نجحوا في مباراة تكوين الأساتدة وولا عندهم مشكلة كبيرة بل كان فيهم لوصل القضاء كان فيهم اللي تحذف تسميته ولو أنه نجح في المباراة ما تابعش تكوين دياله هذه القادية بريد نربطها بواحد الموضوع آخر اللي كان مطلب عندكم في الرابطة على هذا كمراكز تمييز ديال مهنة تربية تكوين اللي هي كينا في مجموعة من في رؤية استراتيجية بشكل أساسي انتوما كنتو كتشوفوا بأنه إحداثوا واحد المركز وطني للتربية تكوين للسفد منه حتى مؤسسة تعليم الخصوصية بمعنى ممكن هادو كمراكز تكوين ديال الأساتي دا يعطيونا خير ريجين ولكن أصلا هما أوطور هتكون أوطور ديال التعليم الخصوصي نعم هو هذا الفكرة لأنه هذا سؤارة من شقين هذا كل موضوع ديال بعض الخير ريجين اللي كتولي عندهم مشاكل كبرى لأنه بغي الصخر بالنسبة لهم لنجح في المباراة خصوص الصخر فإذا بيك يجي إقان في صف المحكامة لأنه عنده واحد عقد أمام وعنده كادوكة لمشاكل هو كتكون هذه حالات اللي حاولنا نوقف اللي هو نعالجوها لأن المشكل اللي يكون اشنا هو لأن لما كيكون واحد تعاقد مع المؤسسة فكتكون فيه واحد المجموعة في العقد واحد المجموعة من التزامات لأنني أنا كان بني صنة دراسية وكان دير واحد البنية ديال اللي فيها التزامات وفيها تلاميذ وفيها أصار فبالتالي الأستاذ لما كيدخل واحد المؤسسة وكيوقع فكيوقع الواحد العقد على أنه ملزم يكمل السنة الدراسية ما يمكنش فصة يعني هذه بالإرادة دياله بالإرادة دياله بالاختيار دياله كيمشي وإن كان احنا ماشي ضد أن هاد الناس يحسنوا الوضعية ديالهم يمكن أنه يلقى يمكن يدوز المباراة وينجح وتكون عنده وضعية أحسن ولكن احنا اللي كنقوله اليوم هو الاحترام ديال الطرفين العقد للموقع فأنا لما كنوقع لسنة دراسية كنكون ملزم نكمل لسنة دراسية ولكن رغم ذلك رغم ذلك احنا الدخلنا في واحد العدد ديال القضايا من هاد النوع ديالهم لين المشكل والناس مشاو كيخدمو واحتى المؤسسة كتفهم كتقولك وديها تسيد قدام عاية سنوات وانا فرحت له أنه اليوم يعني تأوي معناش مشكل المشكل اللي عناها سنجمالو هو أنه اليوم التكوين اللي كنقوله تفتح مراكز التكوين في وجهة التعليم الخصوصي وخصو كذلك يستافد من هاد التكوين لأساس والمستمر لأن هاد التكوين اليوم داخل المراكز بكفاءات مغربية ببرامج يعني هو اللي غدي يعطينا كذلك واحد الجودة داخل هراء اليوم دي ما نشوفو هادك تلميدي ما نشوفوش المستمر هادك تلميدي اليوم لغدي السفد من هادك الخير ريج فبالتالي أننا نحنا كندعي ومؤخرا كان عندنا لقاء مع السيد بن موساغ يعني في آخر لقاء معه لأنه بالمناسبة احنا رادلنا واحدة لجنة دائمة ما بينه بالوزراء فيها الجمعيات الممتلة القطع وفيها الوزراء تجتمع كل ثلاثة شهور تحت رئاسة الكاتب لعم الوزراء وكل سنة مع السيد الكاتب خليش المشاكل نعم وكل سنة ما تفقنا عليه هو أن هاد السنة هادي تكون ديل تكوين ديل تكوين الاهتمام بالتكوين وطالبنا أنه قال لك هو مع هاد المسألة هادي معكينش مشكل نشوفه كيف عش نعالجوها فبالتالي احنا كنتظروا باش أنه هاد المراكز تفتح كدلي كاف لخارج الفوج الخارجين دينا باش نخفو لأنه الآن عنا ضغط كبير بزاف خاصة في التعليم الابتدائي والتأهيلي وكيف تعرفوا بأنه اليوم حتى المذكرة المنظمة كدعطينا 20% فقط من الأساسي دليل يمكن استخدام منهم وهذا كيخلق لنا بشكالات بعض النقاط الدقيقة اللي بويتم تكلم معكم في هالسهيل الحمصالي اللي هي مطالف العقاصة وعند الرابطة أو غيرها من الهيئات هاديك تسهيل مساطر تفويت عراضي الأحباس والأملاك المخزانية خصصا في المناطق اللي فيها شاشة اجتماعية والعلاقة مع المراك الجهوية الستمار هاديك توقع هادو يمكن توضح منها كيفاش مثلا تفويت لأنه واحد من اللي غير يسمع تفويت هادي يقول لك وانا غندخله فريع كيفاش كنفهموها هو احنا احنا ماشي كان مطلب دينا انه في إطار توسيع العرض التربوي ما نبقاوش غير في الموضون الكبرى يمكن نمشيو المجال الحضاري يمكن نمشيو ففي إطار دوك المؤسسات الجماعاتية القاروية في إطار دوك المؤسسات الجماعاتية يمكن اتفاقات وشراكات مع الجماعات يمكن أننا نخذه يعني تكون تكون واحد الأراضي اللي يمكن تفوت القطع الخاص اللي يشرف عليها ويشرف على الاستثمار فيها لأن كنعرفوه اليوم أن التعليم الخصوصي اليوم من غير العرض تربوه فهو يساهم في تشغيل يساهم في البنية التحتية دي الدولة دينا فوحد العداد دي المؤسسة اليوم يكتبنا وما كان بينهم مؤسسة معنا أننا هذا استثمار وكذلك كان صهره المؤسسة المكتبنا خاصة ميزانيات وخاصة تدبير وبالتالي أن هذا حتى هو اليوم مساهمة من القطع إلى جانب الدولة ثم كذلك قطع اللي هو يشغل كذلك إلى جانب هذا كله يشغل واحد القطعات أخرى موازية يشغل شركة النقل الغيار شركة الصناعة الطاولات العداد القطعات اليوم اللي يشغل هذا القطع فبالتالي هو قطع اللي كان شوف بأنه لا بد تكون واحد التي فات لأنه هو قطع مشغل وبالتالي أنه يدخل اليوم في القانون الاستثمار الجديد ليعطى فرص كافة المقاولات وبالتالي كان من الأول أنه التعليم الخصوصي كذلك أنه يدخل في القانون الاستثمار مدام يشغل مدام يستمر مدام يدخل في ميزان الدولة يعني واحد الأموال اللي هي كثيرة جدا ومهمة جدا مدام يدخل كذلك في صندوق الضمال الشيماعي مدام كذلك يساهم في البنية التحتية كان الأول أنه يستفيد من الفرص للستثمار المتاحة لأنه اليوم ماشي نحن نطلبه ولكن الدولة تتوفره لأنه عرف العرطة وبالتالي عرف الحاجيات ديلها وبالتالي هدي هدي من الأمور اللي الدخول في التحفيز اللي هي كعروض تعرض على التعليم الخصوصي النس حمصالي غلو على الشهادة الشخصية تفاجأت بنيات هذه المؤسسات في مناطق ما نقول هي مركز ضربدة ولكن في الضواح مديونة مثلا وفي الدروة بحيث بناء على المؤسسة لأنه واضح بأنه مجهود مالي كبير جدا لتصرف على مستوى البنية التحتية ربما هذا كي يأكد جزء من أكلامكم طيب العلاقة إذا خلينا مع المؤسسة الرسمية مثلا العلاقة مع المجلس الأعلى التعليم لواحد مجموعة تقارير تصدرهم والعلاقة مع مؤسسة محمد السيد الأعمال الشيماعية كيف جديرين هذا العلاقة مع المجلس الأعلى هي علاقة طبية الحال على قضية الشغال لأنه عنده مجموعة تقارير فيها أحكام من قدر نقول هي نفس التي تروج مجتمعيا صحيح صحيح كي يصف مثلا المؤسسة المخصصية بأنها لا تراعي العدالة المجالية بمعنى وقين الأرقام ممكن من بعد نذكرهم لك يعني أنها تستثمر في المناطق يعني أن أعلى جهة أعلى نسبة كينت ضرب ستت جد بينما ضرع تفيل أقل نسبة فالسنتاج هو أنه ما كينش عدالة مجالية ركين استثمار في الجهات لفيها ربح أنا هتعلم لك العلاقة لأنه لا هو العلاقة هو كتعرف اليوم استثمار هو دائما كي يخد على واحد دراسة دي الجدوى ولكن هاد دراسة الجدوى لا تمنع من روح لمواطنة اليوم تكلمتي على مثلا جهة دي المديونة أو بعض الجهات لما كد القصة استثمار بالملاير بالملاير نعم معنى أن دراسة الجدوى قد يعطي بأنه ركز في واحد الجهة اللي في لها شاشة ورغم ذلك أقبال على دي الجهة وأسفها مدراسة بالجودة دي الوطنية العالية والمساعدة كذلك في هاد القطار ها قطع فيشق اجتماعي كذلك للوحد العائلات اللي كتستفد كاللقا مثلا في مديونة ولا كاللقا في واحد الجهات اللي فيها الهاشة وكين مساكن دي ننزل الدواوير وكيجي حتى أول مدراسة خصوصية وفي النقل المدراسي وفي قاعة مريحة وفي يعني مع أساسي دا وكيجي سفد من برامج هاد شي هاد شي خصوه خصوه يعني خصنان ناخدوه بعي الاعتبار لما كنشوفه مثلا اليوم الاستثمارات لأنه كين كين اليوم الجهات لا تسع أن تكون فيها أكثر من عشر مؤسسات أو سس مؤسسات لا يمكن تسعها ولكن لما كنجي مثلا مدينة كالضلبدة بالحجم ديالها ولا الرباط ولا مثلا فقد القابل هاد العدد ديال المؤسسات فبالتالي أنه كنظن بأنه على مستوى المجالي إحنا كرابطة كتعليم خصوصي حاضرين أنا زرت المغرب كامل في إطار ذوك الجوالات اللي كندير وفي إطار لقاءة اللي كندير الجهوية والمحلية فوقفت على معاناة ديالناس على مشاكل على الناس فين مستمرين كتقول كيف حجم تفتح تيلم درسة في هذا الجهة ثم بالتالي أنه حتى الناس اللي كيشرفوهما طلبة حامل يشاهدات عليا استمروا مساكن في الخبرة ديالهم والمعرفة ديالهم في هذا التعليم وبواحد العصامية يعني كيت قاتلوه باش كيبقى وقف وكيشغلوا وحد العدد ديالناس وخلقوا مناصيب فهذه هذي أمور اللي كتبين على أنه كين الإرادة وكين الحس الوطني حاضر في هذا التعليم الخصوصي وبالتالي على أن اللي كي اليوم هو خص تكون واحد 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 المبادرة من الدولة توجه القطاع لأنه القطاع اليوم قادر يلعب أدوار مهمة جدا وكي يلعب الأدوار دياله قادر باش اليوم يساهم إلى جانب المدرسة العمومية واللي احنا جوز منها في واحد في تجويد ديال التعليم ديالنا قادر في خلق فورة الشغل قادر باش باش انشاء الله يعطيه واحد المنتوج طربوي اللي احنا كان عتابره هو المدخل اليوم ديال التنمية الحقيقية وكتبت شنو صورة المبادرة في عمصالية المبادرة أنا كان نقول المبادرة شنو هي المبادرة هي أولا الاستماع إلى الإكرهة ديال القطاع تانيا الدعم المجالي لمؤسسات لأن مؤسسات الآن تنقارد كيفاش اليوم مؤسسة واحد الوقت كانت تشغل ودوز اكثر من 30 سنة اكثر من 40 سنة اليوم كان شوفها كاتمشي كاتمشي وإحنا محتاج لها لأن اليوم نعطيه غير مثال واحد المقاربة وهي تقدر تكون صحيحات قد تكون ما صحيحات اليوم أرا العرض الطربوي بجميع الأشكال دينا وإحنا في عجالة رغم ما محتاج لنوي التعليم دي المؤسسات الكبرى دي المؤسسات دي المؤسسات وربعة رغم ما محتاج نحن التعليم دي 400 درهم محتاج التعليم دي 500 درهم دي 600 درهم هذا كله يساهم هذا كله يساهم فبالتالي يوم ما كيحرمش الناس أنهم يستفدوا وحتى القانون الإطار على أنه الجانب ما يكون حاضر عن التعليم الخصوصي وخص يستفد منه الجامعة تالأسر المؤوزات في إطار الشاركة إذن كنقول بي أنه اليوم خص الدعم لهذا القطاع خص يستفد من القارو للإستثمار الآن خص كذلك تكون تحفيزات حقيقية التي تمشي في إطار الدعم وتوفير فرص الولوج إلى العقار كذلك المساهمة في تأهيل وكذلك المساعدين على المستوى الموارد البشرية لأنك تشكل واحدة الحقيقة واحدة المعضلة كبيرة في التعليم الخصوصي كان واحدة الحلقة أخرى مهمة جدا فالموضوع هو الأسر الشاركة مع الأسر هي منظمة واحدة مذكرة كنضان 80 إلى 2003 ولكن المعروف على الأقل المتداول هو أنه مؤسسة التعليم الخصوصي لا تشجعش على تأسيس جمعية أولياء الأمور كما وشأن في التعليم لأن على الأقل جمعية أولياء الأمور كتولي عندك واحد طرف يقدر يرافع يقدر يدافع يقدر كذا يقدر إلى آخيرة ولو أنه احتدك مضاد الجمعية طرفيه نقاش طويل جدا بش كتفسر أنتم ماذا المسألة وش كين هاتش أو ما كينش تعليم الخصوصي وش عدنا جمعية لكن اللي كي اليوم هو أنه كين جمعية شي كل شي ولكن كان أقول Lloyd أنه كين مؤسسات لعندها جمعية ديال تعليم ديال الأباء ولكن اللي كان طالب بي دائما واحد القانون يراعي الخصوصيات ديال تعليم الخصوصي ينضم الجمعيات ديال تعليم الخصوصي لأن الوضعية ديال من جمعية الأباء غاية من جمعية الأباء وهو تتبع وهو كذلك إبداع الرعي وهو كذلك المشاركة في المشروع دي المدرسة احنا اليوم هادشي هو حاضر عندنا لأن الأبي يؤدي وبالتالي عنده واحد المراقبة قبلية للمؤسسة يعني أنه في حوار دائم من المؤسسة لكن القفر دي لس أضطر داخل الجمعيات كتولي عندها نعم المشكل اللي كان أنه داخل الجمعيات أنا كان عرفوا المشاكل اللي كان دابا اليوم لأن أمليك نقوله جمعيات الآباء معنى اليوم تقدر تكون أكثر من جمعية دي المدرسة وحيدة أكيد هذا هو القانون هذا هو القانون من حقي لأنه نفس الضاهر نفس الضاهر وبالتالي كان أحيانا نحيي ذو الأهدف أحيانا نحيي ذو الأهدف فبالتالي احنا نقوله اليوم بأنه خاص لابدى حتي لا بغينا نديره هذه الجمعيات خاصة خضاع لواحد النظام اللي يكون فيه يكون كيراعي الخصوصية دا القطاع وكيراعي المصالح دي التلاميذ دي الأباء وكذلك دي المدرسة باش نقدروا أننا تكون واحد العلاقة مبنية على واحد شركة أما أننا غير نديره جمعيات الآباء لقينا جمعيات الآباء اللي كانت خلقت مشاكل بكتر ما أنها نفعت خلقت مشاكل وإن كان احنا أرى دائما كنقوله بأنه جمعيات الآباء أرى عندها واحد دور خصى دور ولكن خصى صحيح المصار وصيح نصالي واحد من مجموعة دي نسموها مطالب أو إجابة على الإكرهات اللي تما كنت تتكلموا عليها أنا دي ما كنت تتغربوا مع الكثير من ضيوف ترتد المسألة في الحقه وأنه كين وطائقة رسمية اللي كتقول نفس الكلام مثلا واحد تقرأ دي المسألة المنافسة في 2021 كيتتكلم على هذه الأشياء اللي تكلمت عليها نعم أنه ضروري وحل إطار تعاقوذي ووضع واحدة سياسات ورابية التعليم الخصوصي نظام تحفيزي كيتتكلم على هذه الأشياء ولكنها لا تفعل كي يبقى دك السؤال دي ما مطروح واش تهاون من الجهات الرسمية والسهانة كده واش أولوية إلا بغينا نعطاء الأولوية الموضوع على حساب موضوع أما داكين سؤال كبير كي يطرحنا على مستوى تدبير الرسم صحيح وهو الملاحظ والأسف لشي عشناه أن اليوم خارج ما هو رسمي كل شي يقول لك يعني أنه التعليم الخصوصي عن ضدور ولكن ما كنقوله داخل المؤسسات الرسمية في البرامان أو في الغرفة الثانية أو لممتلين دي الأمة وكده حتى شو واحد ما كيتتعليم على كيتتكلم على التعليم الخصوصي يعني خط أحمر في حين أنه اليوم التعليم الخصوصي أراها حاضر حاضر بقوة ويتنام بقوة وبالتالي خص خص لمساعدة دياله وكذلك ما يكونش عنا تكون عنا وحدة أرادة سياسية في التعامل معها تكون واضحة نبني على كنظن بأننا يعني دبا ما كينش لا توجد يعني في تغيير في الشمولية دياله ما كينش كين فقط حوارات ولكن على مستوى تنزيل واحد المجموعة ديال المقتضيات اللي هي دائمة بالعكس احنا آخر ما وقع وهو مع المجلس الأعلى التعليم اللي في الواقع كان عنده واحد الموقف اللي احنا بالمناسبة كنحي وليانا كنا ممتلين فيه قبل هاد الدورة هادي اللي كانت قبل هاد المتخاب اللي دياله المؤخر أنه تحال عليه القانون تعليم المشروع لمشروع ولما تحال عليه يعني تحال عليه بوحد صغاء اللي احنا في الواقع ما نقشناهاش رغم أنه كتر من سنتين وإحنا كانت دولة فيها وقدمنا مقترحات وتفاجأنا في الأخير على أنه طرح فوحد صغاء اللي ما كانش وكان المجلس الأعلى في الواقع أنصفنا لما أرجع على المشروع برمته ولا استشارة تانية يعني اعتبرنا أنه ذلك شيء كان عن موقف وصدرنا بلغ في الموضوع كانت عنوان ما هي انتظاراتنا من المجلس الأعلى كان فهم مننا بأن الموضوع الشاركة هو موضوع إنشاء فقط يعني موجود في الأوراق وموجود على مستوى على مستوى التفعيل دبا الآن على مستوى التفعيل فقط هو في حدود في حدود هذه اللجنة الدائمة اللي كنا بالنوبيل الوزارة هذه كانت اعتبرها خطوة جيدة لأنها كانت تمكننا بعدها من وهذه جاءت من بعد سنوات حتى فهد بن موسى ما كنا في واحد اللجنة موضوعية وقالوا الدميم كانش يتبقوا في اللجنة موضوعية خاصة كون هذا قطعي الصح قد تكون اللي هو اللجنة دائمة فكانت هذه اللجنة الدائمة اللي هي اللي أنت تشتغل ولكن احنا ما بغناش اليوم فقط نبقى وكان نحضره في اللجنة اللي نستمع إلى فقط مجموعة مسودة دالعقوبات ودالإجراءات ودال مش هدوى الدور دينا اليوم احنا الدور دينا اليوم أكبر هو التنموي اليوم احنا كان الدور دينا هو أنه المساعدة ونعرف الأدوار ديال هاد القطاع باش ندعمه هذا هو الأساس زينا المساعدة اللي أنا قد نقلها للمحور الأخير اللي هو الإقرهات بشكل مباشر من قد نبدوها بالإقرهات المادية ولا الاقتصادية بشكل عام ما تتكلمنا على جزء منها من قبل على نظام ضاري به على موضوع العدلة المجالية على موضوع المرضودية يعني حتى لأن هذا مستثمير بينه ولكن رأينا بقيت نعرف رأيكم انتوما كيفاش كتعالج هذه المؤسسات الخصوصية هاد الإقرهات الضاريبية لأنه كيلي كيقول مثلا مجتمعيا كيلي كيقول بأنه تصريح الضاريبي ما تيكون ساليم هو ده التمثل اللي تكلمنا عليه في الأول بمعنى ما راه غير كلام وصافي لا راه كيمت تهرب ضاريبي ماشي ماشي احنا القطاع القطاع الوحيد اظن اللي فيه كترة المتدخلين احنا كينا المراقبة الإدارية دي الوزارة الربية الوطنية نعم كتعرف العداد وكتعرف كذا وكتعرف عدنا التدخول دي الوزارة المالية وزارة المالية كل سنة في إطار واحد يعني في إطار تواصل ما بالإدارات ترابية ف جميع اللوائح دي المدارس يعني كتأخذها المديريات الضريبية كتأخذها من من ما كانش فيه نقاش ما فيش نقاش ثم التلاميدينا كلهم ما يمكنش كلهم عندهم أرقام دي المصار نعم ممكن هذا تدخل تاني تدخل تالت وهو زارة الشغل حتى هي متدخيل في القطاع كتعرفوا أن جميع العاملين بالمؤسسة المؤسسة موجبارة أنها تصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي وهذا التصريح أعطى إمكانية للعاملين في القطاع أنهم كذلك يدخلوا البوابة ويشوفوا كذلك بمعنى ممكن مؤسسة خصوصية تخضع زيارة مفتي الشغل شغل ثم كذلك العاملين العاملين بالمؤسسة حتى هما عندهم الإمكانية من خلال هذا المراقبة هو التدخل أنهم يرقبوا الوضع ديالهم كذلك الاجتماعي فيما يخص تقعود ديالهم الاقتطاعات كذا هذه النقطة النقطة أخرى هو كذلك التدخل ديالوزارة الصحة في القطاع من حيث المرافق من حيث كذا من حيث السلامة من حيث وحد العداد الأمور ثم كذلك عند التدخل ديالوزارة النقل لأن اليوم كتعرفوا بأن النقل المدراسي كين رخاص كين هاد رخاص كين دفترة تحملات لهذا النقل المدراسي كين تم السلطة الترابية على المستوى المجالي أنهم توا ما عندهم الحق لمراقبات البنايات مراقبة إذن هاد المتدخلين كلهم كيخلوا أن القطاع ما كيعيش فوضى ما كيعيش خارج القانون وإنما هو خاضع وحد المنظومة ديال القوانين وكيمشي في التجاه طيب نبغي نعرف منكم بشكل أخير العلاقة مع المؤسسات الإقليمية والجهوية يعني مع الأكاديمية ومع مع المديريات لأن هذول المفروض فيهم هما على الأقل ما نسموش مراقبة ولكن هذيك المواكبة التربوية والإحتراء الإدارية حتى هي كتكون ممكنة والعلاقة هو علاقة دابة اليوم إحنا عدنا تمتيلية في كل كل مديرية وعدنا مكتب جهوي على مستوى الأكاديميات وعدنا ممتلين ديالنا داخل مجالس الإدارية لا في التعليم الأولي ولا في التعليم المدرسي وبالتالي هما اللي كيمتلوا القطاع وإحنا دائما في حوار دائما مع المديريات مع السادة المديري الإقليميين ومع السيد مدير الأكاديميات في كل جهة في المشاكل اللي كتحدث على مستوى الترابي والمعالجة ديالها وكتكون إكرهات أحيانا تتعلقوا بالفاتح أحيانا تتعلقوا بأمور مشاكل ديال التدبير هذا أمر اللي الآن كنعجوه وكذلك اليوم كتكون عنا لقاءات مع هاد المديريات وعنا مع السيد مدير الأكاديميات في الجهات كلما دعا تنضروا لذلك كلما دعا تنضروا لذلك ثم كذلك عند المفتشين إحتهما كيقوموا بزيارة لذلك المؤسسات ويستعون أحيانا الأساسي ده من أجل دورات من أجل لقاءات تكوينية في هذا الموضوع إن كانت قليلة ولكن علاقيا كين واحد العلاقة اللي هي مستمرة ما فيهاش انقطاع ما بيننا وما بيننا وكين واحد المسألة أخيرة سي حنصالي وأنه مجتمعيا وإعلاميا يروج دائما بأن أحسن النتائج وأعلى النتائج مثلا في الباكالوريا وكذا يعني في الاختبارات الإشهادية هي كتكون في التعليم العمولي واشهد المسألة الصحيحة ولكن تدخل في ذلك النقاش اللي كان في الول بيناتنا حول أنه ما كنش معرفة بحقيقة ما يجري في التعليم الخصوص لأنه دائما الأرقام اللي كانت خرج إعلاميا ثانويا كانت تكلم على أن أعلام العمومية الموجودة في منطقة كذا وهي ضمنية أنا شكتعني كتعني بأن الجودة يعني احتدك لتيكتبها أو تيقولها أو كذا أرى ضمنية أن تيقول لك رجودة موجودة في العمومية ما موجودة مخصوصي لا هو احنا دائما كان مشيو بالمنطق ديال المنطق ديال أن الرابح في جميع المحطات هو المدرسة ومالتلاميذ معنداش المنطق هو المغرب معنداش المنطقة ديال التنفس لأن هذك اللي غديجيب الرتبة الأولى ولدنا وهذك اللي غديجيب الرتبة الأولى في الخصوصي ولدنا وبالتالي احنا نفرحانين بهالنتائج ديالهم احنا كان نقولوا بالعكس أنه اليوم أن أكبر ربح لبلد ديالنا هم دوك الخريجين سواء من درسة العمومية والخصوصي لأن الراجع الفائدة ترجع لبلد ديالنا والميز خرجوا رجع سبحوه وطولة غديجيخدموا بلادهم إذا نقول لك احنا ربحين كاملين ما خسرينش ثم أننا ما شيف واحد لموقف تنفسي أو موقف استعراضي الأرقام وكذا بالعسل احنا كنقولوا أحيانا أقولها أحيانا بعض المرات كيتم يعني التهميش ديالنا في واحد المجموعة من المبادرات اللي كتكون فيها استحقاقات إعلاش لأنه خصنا دائما برضو ندرسة العمومية كأننا في حين أنه مش هدو ما كنش تنفس ما كنش تنفس في حين أنه اليوم اللي يخصن نخدم عليه كاملين وهو أن نحترموا هذه الاستحقاقات كذلك نحترموا المشهود اللي كي دروا ولدتنا في العموم الخصوصي وكذلك الاحتفال بهم وكذا هو شيء اللي واجب بدون ما ندخلوهم في لغة الأرقام ولغة شكل وكتر من هذا وشكل هذا على الأقل من اللي كنقوله مؤسسة عمومية مؤسسة خصوصية بجرم داخل واحد الإطار معي اللي اسمناه والوطن ولكن أشغر نقوله على مؤسسة تعليم أجنبية لأن دبكت نفس احتف في الروض احتف تعليم الأولي واحتف في الإعدادي وفي الابتدائي وفي التانوي كيفاش لأن ربما ما عرف لنا تجارب دولية شنو فيها ولكن كنظن بأن المغرب في واحد تعددية كبير هالمدرسة الأمريكية البلجيكية الإسبانية الفرنسية فاش تتوم كرابطة كتشوفوا موضوع بحال هذا الخبرة دياركم في التعليم الخصوصي احنا احنا اللي كنشوفه اليوم بأنه بعض المرات احنا كنغلطو الرأي العام لأن اليوم واحد العدد دي الالأوصار بقى تبغى تمشي للعمومي ولا الخصوصي بدانك تختار الآن تعليم الأجنبي تعليم الأجنبي كأن يعني كأن التعليم بصفة عامة للعموم الخصوصي يعني ما عندوش ذاك الأهمية بالنسبة لها ولكن هذا سنتبه على مستوى التسويق وكذلك اليوم خصنا على مستوى الدولة دينا أن اليوم تحرير القطاع وفتح الحدود أمام المراكز وأمام المؤسسات اللي اليوم هي أحيانا رحنا عدد الممارسات الممارسات اللي كانت خيبة بزا في حق تلاميذ وفي حق تلميذات على مستوى الانتماء على مستوى الهوية على مستوى العقيدة وكاد اسميته فبالتالي أنه اليوم خصنا نشجع المنتوج دينا الوطني وبالتالي حتى هاد المؤسسات اللي كتبغي تستمر عدنا خص تكون وفق واحد شروط اللي كتحترم الهوية تحترم القيم المجتمعية دينا وما تجيش باش نفس يعني ما هو قائم لكن الحاجة تدعو إلى ذلك وفي ذلك خدمة وفي ذلك شي حاجة اللي يمكن تكون إضافة أما نفتح هك نحر القطاع وتبسح الناس اليوم كيمشي وكيجيب مؤسسات يستقطبون مؤسسات في إطار شراكات وكيدخلوه كتبدينا كنشوف شي كتير بزاف وهذا هو الخطر يمكن الحقيقي اللي جاي اللي يخص نتبه له في الوقت اللي كذلك التعليم الخصوصي اليوم اليوم ركي مارس واحد دبلوماسية موازية تعليمية فاليوم واحد العدد لمؤسسات رمشات كتستمر الآن في إفريقيا وفي العالم العربي وكت الحمد لله كتسوق النموذج تعليمي المغربي بالهوية المعتدلة المغربية بالقيم العربية الإسلامية كده فاليوم هاد النموذج كذلك بدنا كنشوفوه وهو في الواقع يكون في إطار اتفاقية أننا حتى يكون لدينا مدارس ومراكز في الدول التي تستقطب العدد الجالية المغربية باش إن شاء الله تكون لدينا كذلك نحافظ على هذا المورود شكرا السيحة مصالي على كل ما أفضتمون به وبالفعل نحن كنا محتاجين نسمعوا رأي آخر لأنه الأقل في إطار نعم الإنصاف الإعلامي ينبغي أن نستمع الانتقادات التي قد توجه للتعليم ولكن أيضا التعليم الخصوصي ولكن أيضا أن نستمع إلى المعني المباشرين به شكرا لكم شكرا أنا أشكركم بالدور للصدفة الكريمة وفرصة وتحتلنا باش نتوصلوا وهذا إن كان نضل على شي كذلك على تفكير لكم لأن اليوم لما الإعلام تفتح الجميع الجهاز كيف ما تكون صحيح لما شكرا لكم بارك لو فكس صحيح